هذا وقام معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بزيارة المركز الانتخابي المشترك في ولاية مدحى بمحافظة مسندم في مدرسة النصر للتعليم الأساسي للإطلاع على آخر الاستعدادات لاستقبال الناخبين بداية من فتح باب الترشيح استباء صباحا يوم غد الأحد وزار معالي قاعتي التصويت بالمركز حيث خصصت قاعة للرجال وأخرى للنساء رافق معالي السيد سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظة مسندم وبعض المسؤولين